في خطوة عسكرية تمثل من عطفاً في المعارك الأوكرانية أمن وزير الدفاع الروسي قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دينيبرو من جهاته أعلى نقائد القوات الروسية أنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى خيرسون فأي نعكاس لهذا الانسحاب على خطة المعارك في أوكرانيا؟ نرحب بضيخنا من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي رولند بيجاموف سيد بيجاموف هل كان متوقعاً هذا الانسحاب مع كل التعزيزات العسكرية إخلاء المدينة من المدنيين وتحديداً الضفة اليمنى من نهر دينيبرو وكيف يمكن تفسير هذا التكتيك الروسي ومعنى له قائد الجيش بأنه بسبب عدم التمكن من إيصال المساعدات والتعزيزات مساء الخير تخياتي لكم والمشاهدين والفريق العامل في الستوديو بداية نبدو أن أقول أن هذا القرار كان متوقعاً منذ تولي الجنرال سوروبيقين زمام القيادة لهذه المالية الإسكرية الخاصة قيل أن ذاك أنه قد تكون هناك قرارات صعبة وبالفعل تم اتخاذ هذا القرار وتصادف اليوم مع الانتخابات الأمريكية وكل هذا يجري على خلفية الشعيات أو أخبار زيفة ربما أخبار حقيقية أن وجود هناك إجراء محادثات بين الأطراف الأمريكية والروس وأيضاً من الناحية الإسكرية طبعاً هذا كان القرار الصحيح هو القرار الأصوب في مثل هذه الظروف لأنه لا جدوى من وجود من 15 إلى 20 ألف جندي وضابط وفقاً للبيانات الأوكرانية ووفقاً للروس 25 ألف في الضفة اليمنى إذن لا توجد هناك الفايدة الأسكرية لأنه لن يستخدم هذا عراس الكبري مثلاً للانطلاق بعملية أسكرية في اتجاه نيكولايف أو أوديسا يبدو أن الروس لا توجد لديهم مثل هذه الخطط أما استراتيجياً استراتيجياً بالنسبة للروس هو الأفضل بناء خط الدفاع في الضفة اليسرى من نهر دنيبرو بالتالي سيكون عندهم الخاجز المائي بينهم وبين القوات الأوكرانية وأيضاً تم إجلاء حوالي 115 ألف من سكان المقاطعة من هذه المناطق وكل هذا على خلفية الضربات الأوكرانية على السدود المائية خاصة السد المخطة الكهرمائية في نوبا كاخوفكا وخطورة إغراق مدينة خرصون والمناطق الشاصية في هذه المنطقة سيرغي سروفكين اليوم في تقريره لوزير العدر سيرغي شويغو تحدث بأن هناك صعوبة في الدفاع عن الضفة اليسرى من نهر دنيبرو تحدث بأن السبب هو إنقاذ الجنود اليوم التجارب السابقة السلاح النوع اللي تحصل عليه كيف كلها أعادت هذه القراءة الروسية وإلينا سيتجه الرئيس بوتين في قراراته في مواجهة إن كانت آلة القتال الأوكرانية والتي قال إنها محدودة واستدمرها موسكو أو التعزيزات والمواقف والقرارات الغربية أعتقد هذا القرار وافق عليه وزير الدفاع شويغو وطبعا السيد الرئيس على العلم بذلك قرار كان متوقع وربما هذا من القرارات الجيدة التي اتخذت في هذه العملية أعتقد أن القرار الأول كان تعيين القائد مثل سوراويكين الذي يفكر في أرواح جنوده وضباطه الغرار سلفه الجنرال سوورف الذي كان يحارب في هذه المنطقة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر هذا التقليد جيد جدا الحماية على أرواح الجنود هي المهمة الرئيسية لأي قائد أسكري الخكيم إذا هو جنرال جنرال وليس الجنرال من طراز الذين يضخون بأرواح جنودهم في المعركة التي مخصوم نحياتها منذ البداية إذا لا توجد المنفع الاستراتيجية في الحفاظ على هذه الأرض فيجب اتخاذ موقع جديد وطبعا هذا يتم ترويجه كالمكسب الكبير السياسي والإعلامي لكيف ولكن أسكريا أنا أعمل إلى فكرة أنه قرار صحيح وجيد جدا ألا رغم أن هناك بعض الروس الساخنة في روسيا الذين ينظرون إلى مثل هذه الأمور كشيء مصاوي وطراتيجي مقتل نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون الذي كان رئيس لجنة الإنقاذ للسلام والنظام وهي السلطة الإدارية اليوم التنفيذية في إقليم خيرسون ماذا يعني اليوم مقتل كريل ستيرموسوف والقول بأن هناك ترتبات جديدة في خيرسون الخطي الآن هو المقتل هو نتيجة إثر الخادث المروري لا يوجد هناك أي إشارة بأن كان هناك مثلا الهجوم الإرحابي أو غيرها من الحاجات بالفعل حدث ذلك ولكن السيد ستيرموسوف ليس من أحل الخيرسون الوحيد من الموالين الروس هناك مثلا رئيس الإدارة القائم بالأعمال المحافظة هذه هي المقاطعة مقاطعة خيرسون السيد سالدو السياسي الأوكراني السابق وهناك القرارات اتخذت والمهم أنه خطي الآن في الجانب الأوكراني هناك بعض المصادر لا يصدقون بالانسخاب الروسي خطي الآن هناك المصادر تقول أن هناك ربما الفخ نظمه الروس ولكن كل العلامات تدل أنه الانسخاب يتم بالصورة المنظمة وبالتالي تم تسليم هذه الأرض هذه المنطقة للجانب الأوكراني ربما في إطار الصفقة التي يتم العمل عليها وراء الكواليس ولكن هذا سيتبين قريبا والأهم من ذلك هو أهم المسألة هنا هل انتحد بهذا الانسخاب هل هذا الانسخاب وضع النقطة على الحملة الأسكرية الروسية في عام 2022 يعني في العام الحالي وربما نحن أمام الحدنة الموقعة وربما ستدخل العملية في مرخلة الأعضاء إلى الخملة الشتاوية يعني للعام 2023 وسيتبين ذلك قريبا أشكرك جزيلا أشكر سيد رولاند بيجامووف الأكاديمي والبحث السياسي قلت معنا مباشرة نجات سكاينيوز عربية في العاصمة الروسية في موسكو